بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بعض الأخوة والأخوات يبعثون برسال حول قضية آلام الصدر ويشعر بآلم في صدره ولا يعلم ما هي العلا وما هو السبب أو في بعض الأحيان يذهب إلى الأطباء ولكن لا يجد الطبيب علة في صدره ولكنه يشكو من آلام الصدر كيف يتخلص منها؟ رجاء استمع رجاء استمعي قال النبي صلى الله عليه وآله من قرأ سورة الإنشراح على ألم في الصدر وكتبها له شفاه الله تعالى أي بمعنى أنا أقرأ سورة الإنشراح ألم نشرح لك صدرك ثم بعد ذلك أكتبها هذه السورة بورقة بيضاء يعني بقلم الرصاص أو جاف على ورقة بيضاء بنية الشفاء من ألم الصدر أي ألم كان في الصدر أي ألم بنية الشفاء من آلام الصدر وإذا بك تحتفظ بهذه الورقة في مكان نظيف الله سبحانه وتعالى يشفيك تماما من آلام الصدر جرب ولا تشك الضامن هو النبي صلى الله عليه وآله أنا أعيد قراءة الحديث لروعته ولبركته قال النبي صلى الله عليه وآله من قرأ سورة الإنشراح على ألم في الصدر وكتبها له شفاه الله تعالى برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام